أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة وثروة السماكية أن احتفالها بيوم الأرض يجسد مساهمتها في الحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية المختلفة نائب المدير العام للهيئة لشؤون الزراعة التجميلية المهندس غانم السند أكد أن من مظاهر اهتمام الهيئة بالبيئة إنشاء المزيد من الحداغ والمتنزهات وتوفير متنفس طبيعي بيئي للمجتمع حيث أنشأت 139 حديقة من مختلف المناطق مشيرا إلى وجود نحو 60 أخرى في طور الدراسة وتصميم تمهيدا لطرحها وتنفيذها في المناطق المستحدثة والساحات الترابية